إيران تستخدم هذا الوضع لتحقيق ثلاث أهداف أو أربعة على الأقل الهدف الأول وهي تعلنه هذا الهدف لا تخفيه لكن الأهداف الأخرى لا تقولهم الهدف الأول هو مساعدة غزة وهذا صحيح فقط الغير المنصف الذي ينكر من أن إيران تقدم دركة بدرجات مختلفة على فترات مختلفة وفق حسابات معينة هذا كله تقدر تقوله لكن تقدم دعما لغزة هذا ما فيه الشك لكن هناك أهداف أخرى لما يقوم به أنصار الله أو الحوثي وهو أن إيران تريد رد الصفعات التي كان سبق لها وانتلقتها من الولايات المتحدة ومن إسرائيل والتي كانوا ضربونها عدة مرات بوارج وبواخر إيرانية أكثر من ذلك كانت أمريكا وإسرائيل عمرهم اللي تبنوا ذلك لكن كانوا أقدموا على إيران على الأقل تهمت المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بأنها أقدمت علاقات العدد من العلماء خلصا علماء الذرة وبعض علماء الهندسة والسواريخ فجروا إيران تهمت أيضا عدة مرات المخابرات الإسرائيلية والأمريكية من أنها فجرت لها مراكز بحثية سواء نووية أو ساروخية أو بحثية عسكرية أوقفوا وعطلوا المشروع النووي أكثر من مرة عطلوها بضربوا يعني سواء بالضرب بالتفجيرات أو بمعارك سيبرانية الأنترنت أقدموا أيضا على شراء بعض ضمم إيرانيين إيران أعدمت قبل أشهر فقط أعدمت مساعد وزير وجدته من أنه كان يتجسس للبريطانيين مثلا عدد من الذين أعدموا إيرانيين أعدموا بعد أن تبين أنهم كانوا جواسيس للقوى الغربية فإيران بما يقوم به الحوثي في الحقيقة والأمريكان اليوم خرجوا أمس اليوم قالوا إن إيران هي اللي تقدم كل التفاصيل الحوثي ما عندوش هذه التكنولوجيا وما يعرفش البواخر هذه والريحة وما يعرفش كثير من الأشياء ليس له قدرة تكنولوجية والفنية للقيام بما يقوم به وهذا لأول مرة الولايات المتحدة تتهم إيران مباشرة في هذا السبعين يوم مالين يوم تقريبا أرادت الولايات المتحدة دائما أن تبعد إيران وأن تقول إيران ليست متورطة إلى درجة أن بعد سبع أكتوبر بعد أسبوع صدرت تقارير أمريكية كثيرة جدا من المخابرات الأمريكية المتعددة قالت إن إيران لم تكن تعلم بسبع أكتوبر وأنها ليست متورطة فيها إنها صحيح قدمت دعما تكنولوجيا وتسليحيا وماليا للمقاومة لكنها لم تكن تعلم بسبع أكتوبر كانوا يريدون تحت أي ظرف أن لا تدخل إيران لهذه المعركة لأن بالنسبة للولايات المتحدة سيكون جحيم جحيم أن تواجه ثلاث قوة واحدة قوة عظمى وهي الصين واحدة قوة كبرى وهي روسيا واحدة قوة معتبرة خاصة في السلاح السلوخي ودرونز الآخر اللي هي إيران فكان بالنسبة لها تريد أن تبعد إيران لكن هذه المرة في هذا الموضوع قالوا لا إيران رهي داخلها وحذروا إيران الآن هنا الخوف الآن هو أن هذا الأمر قد يتوسع وربما اليوم داخل إيران جهة معينة داخل الحرس الجمهوري أرادت أن تستفز الولايات المتحدة أكثر فقامت بضرب باخرة تجارية ضخمة ضربتها قرب الهند على بعد 200 ميل أو ميل إذن إيران في الحقيقة تنتقل مما أصابها من قبل من الولايات المتحدة ومن إسرائيل وهي تعرف أن للولايات المتحدة نقطة ضعف رئيسية ما هي؟ أنها لا تريد أن تدخل في حرب مع إيران إذن تلعبها إذا شئنا بالحوثي وبالجماعات تتابعة لها في سوريا والعراق دون أن تدخل إيران على الخط مع ذلك فإن ما فعلوا الحوثي أحدث النقاط التالية ما يسمى بميناء إيلات أو أم الرشراش أسمى الحقيقة أم الرشراش ولكن عندما احتلها صهير يسموها إيلات 85% من الميناء متوقف أي أن الميناء لم يعد يشتغل إلا بنسبة 1 على 7 مما كان من قبل قناة سويس خسرت مئات الملايين من الدولارات لماذا؟ لأن مئات البواخر حولت وجهتها في اتجاه الرجاء الصالحة العمر الثالث ارتفعت أسعار بعض المواد والعمر الرابع ارتفعت أسعار النقل البحري كل هذا أخبار سيئة الولايات المتحدة سواء إيلات أو قناة سويس أو ارتفاع الأسعار أو ارتفاع أسعار النقل أو كله أخبار سيئة الولايات المتحدة ولذلك هذا أمر مزعج جدا للولايات المتحدة أنشأت الآن هذا التحالف الآن يقولوا أنه في 20 دولة لكن الحوثي رد أمس وقال من أن أي هجوم علينا سيستتبعه مهاجمة للبوارج المتواجدة بقربنا من البوارج الغربية المشاركة في تحالف وحدد الولايات المتحدة بالذات وقال سنضرب البوارج الحربية الأمريكية البوارج الحربية الأمريكية ليس سهلا أن تضربها وأن تصيبها لأن لديها قوة هائلة في قضية الحماية إلى آخره لكن إذا ما أطلقت عشرات السواريخ في نفس التوقيت تستطيع أن تسقط حتى أكبر البوارج الحربية الأمريكية والحوثيين عندهم سواريخ إيران مدتهم بسواريخ باليستية تصل إلى ألفين كيلومتر في بداية الحرب أرسلوا بضعة سواريخ إلى الكيل الإسرائيلي أي تقريباً ألفين كيلومتر فالآن الأمر يتصعد والحوثيين مستمرين في قضية استهداف السفن كما قلت استهداف سفينتين اليوم للايات المتحدة قوة عظمى القوة العظمى إذا هددت ولم تنفذ فستخسر كثير من قوة الردع إذن هل ستقدم للايات المتحدة على عملية مع خلفائها الآن هؤلاء العشرين على قصف شامل للحوثيين بحيث تقوم بعملية تدمير هائل لهم وإذا قامت بذلك هل تضمن أن لا يكون هناك رد من الحوثيين الحوثيين عندهم عشرات الجبال اللي عندهم فيها سواريخ ومنصات سواريخ إضافة إلى رد إيراني لأن إيران بالنسبة إليها إيران لن تدخل الحرب حتى لو دمرت حمس لكن تدمير الحوثي أو تدمير حزب الله تدخل إيران الحرب في هذه الحالتين تدخل إيران الحرب إذا ما كان هناك تدمير أو شعرت بأن هناك تدمير كامل للحوثي أو لحزب الله لماذا؟ لأن الحوثي هو الذي مرغ أنف الإمارات والسعودية وداعميهم في الأرض وجعل الإمارات والسعودية تتقرب من طهران وتطلب ودها ومصالحتها وتقيم معها اتفاقات برعاية الصين لماذا؟ لأن الحوثي كان يرسل سواريخ تصل إلى الظهران وصلت إلى الرياض وضربت أرامكو وابن سلمان في كل المشاريع اللهو والعبث اللي رأي يقوم بها في السعودية ووضع مئات الملاير من الدولارات لذلك العبث ولذلك الفساد العالم يعرف أن مشاريعه كلها ستتهاوى يكفي أن يجيو خمس سواريخ أو ست سواريخ حتى تهرب الشركات ويهرب مستثمرين ويهرب السياح كما يسميهم إذن الموضوع يتشعب ويتعقد إذا لم ترد الولايات المتحدة تبدو ضعيفة والحوثي ما زال يستفزها ويضرب السفن في البحر وإذا ردت وردا عنيفا يأتيها رد من الحوثي وربما من الإيرانيين ولا يأتيها لها فقط لأن الحوثي هدد قال سنستهدف البوارج في البحر ونستهدف الذين يساعدون هذه البوارج ويقصد الإمارات السعودية اللي خافت منه الولايات المتحدة تقريبا وصلته الآن وبإنشاء هذا التحالف تجد نفسها إذا لم توقف الحوثي لذلك لما قال لماذا رد وزير الخارجية الإيراني هنا قال لهم ما روحوا تلعبوا يعني لأنه يريد إحراجهم لأنه يعرف إذا ردت الولايات المتحدة وقامت بقسف شديد فالأوضاع ستشتعل في المنطقة وهذا هو آخر شيء تريده الولايات المتحدة ليس فقط حفاظا على إسرائيل حفاظا خاصة على بن سعود بن سلمان وعلى بن زايد وعلى السيسي وعلى ملك الأردن هؤلاء خدم وخدم ببلاش تقريبا بل بالعكس وما يخلصوا في كثير من الحالات ليس فقط هذا لأن ذلك يعني أن روسيا المتربسة لكي تنتقم من الغرب الذي أضعفها بشدة في أوكرانيا على الأقل حتى قبل بداية غزة وإلى الصين الذي راحت أمريكا تستفزها وتنشئ الأحلاف مع أندونيسيا ومع الفيتنام ومع الهند ومع كندا ومع أستراليا ومع بريطانيا لمحاصرة الصين كل هؤلاء الآن راحهم يشربوا في لاتاي لم يشربوا في حاجة أخرى وديرين الرجل على الرجل وهم يرون أن الولايات المتحدة أن إسرائيل في الحقيقة تكاد تغرق الولايات المتحدة معها في الشرق الأوسط اليوم كان فيه مقال لبعض كبار المحللين العسكريين والسياسيين في أمريكا قرأت منه مقاطع قالوا إن أكبر خطأ يرتكبه بايدن هو أن يعود إلى الشرق الأوسط ويرسل عشرات الألاف من الجنود هناك أو أن يشتبك في حرب هناك أكبر خطأ علاه لأن الجيش الأمريكي أو الجيوش الأمريكية راهي الجل الأكبر الجزء الأكبر تاحها موجود في أوروبا أو في آسيا ليس لدينا عسكر إلا إذا سحبناه من آسيا أو أوروبا في هذه الحالة سنقدم خدمات هائلة لبوتين ولي الرئيس الصيني وحلفائنا سيشعرون بالرعب لأننا يشعرون أن تخلينا عليهم دول البلطيق بولندا رومانيا بلغاريا مولدابا وإلى آخره كل هؤلاء ألمانيا كل هؤلاء الذين يعتمدون على الدعم الأمريكي ومن جهة الصين اليابان كوريا الجنوبية ودول أخرى لتحتاج إلى الدعم الأمريكي في مواجهة الصين موضوع غزة يخلق مشاكل للولايات المتحدة داخليا انتخابيا شعبيا إعلاميا في صورة الولايات المتحدة ولكن أيضا على مستوى التحالفات العالمية خاصة مع ما يقوم به الحوثي ما يقوم به الحوثي ليس كبير لكنه رمزيته وأهميته جعلت مئات الأرام تكلموا ربما آلاف السفن ستبتعد على البحر الأحمر هذا إخلال رهيب بالتجارة العالمية التي يضمنها التي تضمنها الامبراطورية باعتبارها داركي العالم الجوندارم ديمونت إذا هذا ما كفش فإن الإيرانيين واليوم كان قاعد الثورة الإيرانية علي خامنائي يقول من أنه يجب وقف الحرب على غزة وإلا فيجب غلق الممرات الكبرى مثل ممرات جبل طارق البحر المتوسط وممرات أخرى تمر بها تجارة العالمية إذن هذا جانب ربما ما يحدث في غزة ما يخلنا نحن نصوره ونشوفه دائما هذا الجوانب لكن هذا جانب وهو من تدعيات غزة بالغ الأهمية والاهتمام بما سيجري وكيف سيكون الرد الأمريكي إذا ما استمر الحوثيين في استهداف السفن وإذا ما استمرت إيران تقول أنا لا يهمني ولن أطلب من الحوثيين شيء لأنهم يقومون بهذا الدور نفسهم كيف سترد الولايات المتحدة مهم جدا ونحن في نهاية السنة وفيما يسمى بالأعياد أعياد الميلاد واحتفالات نهاية السنة إلى آخره وقت سيء جدا بالنسبة لبايدن وقت سيء جدا ألتون دوشيان كما اكتبه واحد مرة سمى واحد الكتاب سمى بهذه الطريقة فقال لك وقت انتع كلام موسيقى موسيقى